بسم الله الرحمن الرحيم وهطول الأمطار انخفاض واضح فيه درجات الحرارة لدرجة أن الأجواء أصبحت شبه شتوية وطبعاً زي ما حركوا عارفين أننا لسه في فصل الخريف يعني فصل الخريف فلكياً لسه بقي عليه شهر للانتهاء بالإضافة طبعاً أننا دلوقتي تقريباً داخل على نهاية النصف الأول من شهر هاتور طبعاً زي ما أنتوا عارفين أن شهر هاتور هو شهر زراعة القمح خلينا نتكلم بس على المظاهر المناخية اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت كله لاحز كمية أمطار معقولة نزلت على مناطق زراعية كتير وفي بعض المحافظات وبعض المناطق كانت كمية المطق المية كانت كبيرة شوية زيارة عند اللزوم طبعاً دي لها توصيات زراعية واضحة تعتمد على التركيب المحصول تعتمد على المحصول المزروع فلو جداً نتكلم على أن الناس اللي هيزرعوا قمح والأرض نزل عليها مطر وما زرعوش طبعاً لسه في الحلقة دي ممكن أزرع حيراتي يعني ثلاثة أربعة أيام الأرض تجف شوية بعد كده ممكن أزرع عادي جداً حيراتي بالمحرات بس على مصاطب لسه زي ما هنتكلم لأن الحلقة دي معظمها هنتكلم فيها على أهم التوصيات لزراعة الأمح في معظم الحلقة خلينا نركز على الأمح لأن خلاص أنا في المعادل أمثل لزراعة الأمح السنة دي فأنا مش عاوز أخذ الأيام تعدي عاوز أزرع في المعادل أمثل حتى أحصل على ميزة المعادل الكويس معادل المناسب لزراعة الأمح خلي بس نتكلم بسرعة على بقية المحاصيل بعد كده نتكلم على الأمح زي ما احنا قلنا أن في كمية مياه نزلت فمهم جداً التصفية ما أسمحش أن المياه تقعد فترة طويلة حوالين النباتات لازم أن أصفيها واتطمن تماماً أن ما فيش مياه رأدة راقدة في بطون الخطوط حوالين النباتات أي أن كان بقى النباتات دي بطاطس خضار بنجر خرشوف حتى فراولة أي محصول ما أسمحش تماماً أن المياه تكون موجودة في الخطوط ده البند رقم واحد البند رقم اثنين للمحاصيل الحساسة أو للرطوبة الأرضية العالية زي البطاطس وغيره ممكن خاصة لو في النصف الأول من العمر ممكن أضيف شكرتين سوبر فوسفات محبب أنصروا في بطان الخطوط ده هيعمل على تكفيف أسرع للتربة ويعمل على تبادل الغاز يعني تبادل الأكسجيل لأن الجزور بسبب الماء الكثير مخنوقة فدي إجراء مهم جداً لازم أعمله بعد ثلاثة أربعة أيام والأرض تشير الرجل كده ابتدى روش بقى بعادل فوسفور لو زي ما قلنا لازم المحصول يكون في النصف الأول من العمر هرش عادل فوسفور لو النصف التاني من العمر ممكن أرش رشت تحالب مع أحماض أمينية وسيتو كينين المهم اسمها رشت محفزات نمو عشان تخلي النبات بتاعي يقدر يعاود النمو بطريقة طبيعية لأن النباتات دلوقت كلها مصدومة بسبب الماء الكثير الموجودة ورطوبة العالية في معدل الامتصاص بيقل جداً في الظروف دي فدي نقطة مهمة جداً ما يجري على البطار السيجري على كل أنواع الخضر والبسلة للمزروعة ولو مزروع فول لسه جديد لو مزروع بصل أو حتى مشاط البصل كل حاجات دي مهمة جداً التوسيط اللي أنا قلتها لكل القطاعات دي دي نقطة مهمة أول لو تكلمنا على الأمح فزي ما اتفقنا من شوية إن الأمح أول فيه أربع بنود مهمين لتحافظ عليهم بتكلم على الأمح في الواد والدلتة بالتحديد في الأراضي القديمة الزراعة على مصطب دي دي البند رقم واحد أزرع على مصطبة عريضة متر متر وعشرين لها بطنية وازرع على ظهر المصطبة فقط بأي طريقة بقى بطريقة النثر بطريقة النقر بطريقة الوتد أي طريقة تعجبك المهمة أزرع على ظهر المصطبة دي المصطب مهمة جداً للأمح في حاجات كتيرة بتوفر لي تقاوي بتوفر لي كتير من مبادرات الحشائش في آخر راية في الغالب اللي مزرع على مصطب بيقاوم الرقاد أكتر من اللي مزرع على خطوط أو في أحواض النقطة دي مهمة قوي يبقى الزراعة على مصطب دي البند رقم واحد البند رقم اثنين إن أنا أزرع بتقاوي معتمدة أزرع بتقاوي معتمدة تقاوي من الجمعية طيب يا دكتور ما هو التقاوي موجودة في البيت والصنف اللي إحنا عاوزينه خلي بالك التقاوي الجمعية درجة أعلى من درجة البيت بجيل كامل ده فيها اثنين أردب تلاتة أردب من غير تفكير ودي عم تابر زيادة مجانية طيب ما أنا عند الأمح في البيت أشتري ليه وبتاع البيت بيعه بتاع البيت هتستخدمه طيب ما فيه فرق الفرق مش كبير الفرق مئة وخمسين مئتين جنيه في الفدان ودولت هيجيب لك اثنين تلاتة أردب الأردب بثمانمية وعشين جنيه يعني انت كده بتعوض أي حجم اللي أنا بقوله فتزرع بالتقاوي المعتمد ده البند رقم اثنين بند رقم تلاتة انك تحافظ جدا على الحاجة اسمها الخريطة الصنفية ان فيه أصناف معينة تزرع في مناطق معينة فمثلا دايما دايما بقول خلي بالك يا جماعة الشتاء السنة ده هيكون شتاء بارد ودي زروف مناسبة للصدق طبعا انت عارفين الصدق عمل مشاكل في 2019 كتير وعمل مشاكل نوعا ما في 2020 بسبب ان الجو كان شتاء بارد فجميزة 11 6-16 عشان دول واحد ما تزرعش في الواجه البحري طبعا دكتور ده جميزة 11 دي ديها أبيض وفيها عرق كويس ومش عارف ايه السنة دي سنة صدق اقول تاني يعني فيه مشكلة لو الاصناف دي موجودة في واجه بحري فما تعملش ضرر وازن نفسك والغيرك اصناف التانية قريبة من ال هي مزاك جميزة 11 بس يعني هتقوم بالغرض فانا ما عملش مشكلة بدون داعي فالحفاظ على السياسة الصنفية مهم جدا جدا عند اصناف كتير 12-13 صنف اللي عجبني منهم وكلهم متقربين في الانتاجية او مش متقربين او في الصفات بتاعة العجين والخبيز بس متقربين في الانتاجية وفيه اصناف قريبة من جميزة 11 ممكن ازرعها وتأدي الغرض بس ما عملش مشكلة نفسي ولا الغيري لان لا قدر الله لما بيحصل صدق وحقل من الاصناف الحساسة بتصاب بيبقى بقرر كل الحقول اللي موجودة في الحوض او في المنطقة طيب انا ليه طيب انا ليه فدي نقطة رقم 3 رقم 4 دائما وابدا بالذات مزارع الامح في الوجه الابلي ووسط ومصر الوسطى دائما بياخروا الراية الاولانية كتير او زرع لما كده يا عم يقول لك عشان اسيب الامح يفرع ماانا لو رويت بدري التفرع بيكون اليه طيب بص اللي بيساعد على التفرع او 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 اوي هو الفوسفور يعني انا لو حطيت لو مثلا بدل ما خلي الراية الاولى على 30 يوم و35 وفي ناس بيقعد 40 يوم على الراية الاولى دي الراية اللي بعد الزراعة او راية التشتية او راية المحياة او الراية الاولى زي ما بيسموها انا لو بالمناسبة ان الجو هيدفي كمان الفترة الجاية يعني درجة الحرارة هتدفي الفترة اللي جاية في الحالة دي يبقى انا اروي معاك على 17-18 يوم 20 يوم وحطت 10 لتر حامة فوسفوريك مع الراية الاولى هيزود لموضوع التفريع او مع الراية التانية بس الراية الاولى افضل هيزود موضوع التفريع لان التفريع محتاج فوسفور انا هضيفه لهوا بدل التعطيش انت سيادتك بتعطيش حسنا يفرع بس لو ضفت الفوسفور هيقوم بالغرض وفي نفس الوقت هد الراية الاولى في المعادل المناسبة حط معها حتى السماد وفي الحالة ده قدر ازبط الرايات كلها لان الراية دي بتزنقني المسم اول اللي انا بأخرها دي فدي نقطة مهمة جدا ودي رقم اربعة النصيحة رقم اربعة في زراعة الامح النصيحة رقم خمسة والاخيرة الامح لا يحتاج الى رش مبيلات كتير ولا مغزيات ولا غيره مش محتاج فيعني اللي عنده امح يقول لك يا دكتور انا عاوز اروش الامح تروش ليه هروش وقت ما كن فيه مشكلة الحاشرة الوحيدة او الافة الوحيدة اللي بتعمل لي مشكلة هي المن والمن ده بيبقى في شهر مارس سناك في مارس في اخ يعني مع طرد السنابل كده لو ظهر منا روش من غير كده ما روشش اي حاجة حشرية لاني مش محتاج ابو السباقي يحط لي حشرة على مبيت فطري على مغزي على بوتاسيوم يعني انت انت بتخنق النبات ولا بتعمل ايه بالزبط فنخلي بالنا لا ارش الا لحاجة وعشان التكلفة انا بكلف نفسي ليه ما احنا بنشتكي ان تكلفة كذا غالية وكذا غالية اتمنى بكلف نفسي هو تكلفة بدون داعي دي اهم التوصيات بس اللي انا عاوز اقولها الحلقة دي واتمنى من اهل المزارعين انهم يلتزموا بيها وان شاء الله يكون مع بعض دائما في حلقات اه قادمة ودائما بن ايه بنركز على الحاجة اللي في وقتها فاتمنى على لكل اهلين المزارعين المحترمين انهم يكونوا دائما وابدا اه على اه في استمرار معانا في كل التوصيات اللي منقولها ونشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة